بسم الله الرحمن الرحيم مقررات الجلسة الرابعة عشر لمجلس الوزراء بتاريخ اليوم المصادف الرابع من نيسان عام الفيان ثلاثة وعشرين قرر مجلس الوزراء اعتبار يومي التاسع والعاشر من نيسان عطلة رسمية للموظفين من المكون المسيح فقط لمناسبة عيد القيامة أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ثلاثة وعشرين ألف وسبعة وسبعين قاف بحسب الآتي واحد الموافقة على فتح اعتمادات مستندية لوحدات التمويل الذاتي والمركزي في المصارف الحكومية والأهلية استثناء من الضوابط رقم خمسة الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنيا لسنة الفينو أربعة عشر على أن يحدد البنك المركزي العراقي سقوف الاعتمادات حسب تصنيف المصارف المالية التي يصدرها ويؤيدها البنك المركزي العراقي اثنيا إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة وعشرين لسنة الفين وواحد وعشرين اقرار توصيات محظر الاجتماع الثلاثين للجنة الأمر الديواني رقم خمسة واربعين لسنة الفين وثمانطعش بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات ويتم التزديد وفقا للضوابط والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي العراقي الموافقة على ما يأتي واحد المستحقات المالية غير المدفوعة المستحقة قبل تأريق عشرين كانون الأول الفين وعشرين إذا تم تزديدها والمواد الاستيرادية المجهزة عن طريق الاعتماد المستندي في حال إكمال إجراءات فتح الاعتماد المستندي قبل السابع من شباط الفين وثلاثة وعشرين والتي تم احتساب نسبة تضخم لها اثنين وعشرين بالمئة فيتم المضي بالمعالجات اثنيا المستحقات المالية غير المدفوعة المستحقة قبل تأريق عشرين كانون الأول الفين وعشرين ولم يتم تزديدها والمواد الاستيرادية المجهزة عن طريق الاعتماد المستندي في حالة لم يتم فتح الاعتماد المستندي قبل السابع من شباط الفين ثلاثة وعشرين والتي تم احتساب نسبة التضخم لها اثنين وعشرين بالمئة يتم تخفيض نسبة التضخم لتكون عشر بالمئة بدلا من اثنين وعشرين بالمئة ثلاثة على جهات التعاقد تضمين العقود أو اصدار ملاحق عقود بفتح اعتماد مستندي للمواد الاستيرادية أربعة للمعاملات المنجزة والتي صدرت قرارات وزارة التخطيط بمعالجتها تتم المعالجة من الجهات المنفدة ومن ثم يتم اعلام وزارة التخطيط لاتخاذ ما يلزم بشأن التقفيض على ان تدقق لاحقا من ديوان الرقابة المالية الاتحادي خمسة المعاملات غير المنجزة والتي لم ترسل إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تعاد إلى الجهات المنفدة لإجراء التعديلات المطلوبة وفقا ما مذكور آنفا ستة المعاملات الواردة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى وزارة التخطيط تعاد إلى الديوان المذكور آنفا لغرض إعادة التدقيق وفق ما جاء في الفقرات المذكور آنفا وإجراء التعديلات المطلوبة وكذلك المعاملات التي هي قيد التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي تتم معالجتها وفق ما جاء في الفقرات المذكورة آنفا الموافقة على ما يأتي واحد إحالة العطاءات المستوفية لشروط المناقصات والدعوات بما يغطي الكمية المطلوبة ومن المناشئ كافة على أساس السعر واصل إلى ميناء أمقصر سي آي أف من الأدنى إلى الأعلى استثناء من أحكام المادة اثنيا ثانيا دال من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنيا لسنة 2014 اثنيا للجنة المركزية للمراجعة والمصادقة في وزارة التجارة صلاحية منح ميزة سعرية لا تتجاوز 5% للأنواع ذات المواصفات الأعلى عند تنفيذ الفقر واحد آنثا الثلاثة يكون الاستثناء من الفقرة واحد نافذا لمدة ستة أشهر بدءا من تأريخ إصدار هذا القرار حدا أقصى وأن يشمل الشراء من الشركات العالمية الرصينة حصرا المرشحة من مجالس القمح العالمية أيضا الموافقة على متطلبات وزارة الصحة هيئة الضمان الصحي والمطلوب تنفيذها من الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تطبيق قانون الضمان الصحي وأقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 284 لسنة 2021 الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة وحصر مبالغ الديون بدمة وزارة الكهرباء لوزارات النفط والصناعة والمعادن والنقل ووضع المعالجات لها مع تعديل الفقرزاء من التوصيات أيضا إلغاءوا قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2021 بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحسب توصيات اللجنة المختصة بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأقوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تأريخ 28 الأول 2021 لغاية 27 تشرين الأول 2022 لاستنفاذ الغرض من أصداره قرر مجلس الوزراء الآتي أولا تأليف لجنة من المذكورين في أدناه من ذو الخبرة والاختصاص لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام تتولى مراجعة السجلات العقارية للفترة من عام 2003 ولغاية عام 2023 في ضوء الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين وبقية المكونات الاجتماعية الأخرى في محافظتي نينوى وبغداد وتقديم توصيات دورية لمعالجة موضوع الشكاوى إلى وزير العدل أو مجلس الوزراء بحسب نتائج عملها مع توجيه أصحاب العقارات بإقامة الدعاوة أمام المحاكم المختصة أو الإحالة إلى الإدعاء العام لإقامة الدعوة استنادا إلى أحكام المادة خمسة أولا من قانون الإدعاء العام رقم 49 لسنة 2017 بحسب الآتي واحد ممثل عن مجلس القضاء الأعلى اثنيا ممثل عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ثلاثة ممثل عن وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري العامة أربعة ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين خمسة ممثل عن أمانة بغداد ستة ممثل عن هيئة النزاهة الاتحادية سبعة ممثل عن ديوان الرقابة المالية ثمانية ممثل عن المحافظات المعنية تسعة ممثل عن ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزدية والصابئة المندائية عشرة ممثل عن وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات هدعش ممثل عن جهاز الأمن الوطني ثانيا المناطق التي فيها الفئات المذكورة آنفا بحسب الآتي واحد محافظة بغداد اثنيا محافظة نينوة وأقر أيضا مجلس الوزراء ما يأتي واحد الموافقة على تخويل المدير العام لسلطة الطيران المدن العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة حنغاريا مع ضرورة الإشارة في بنود الاتفاقية المذكورة آنفا إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتأريخ اثنيا آذار عام الف وتسعمية وستين ومراعاة الفقرة ثالثا من المادة 11 من قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 قبل توقيع الاتفاقية اثنيا اعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام لسلطة الطيران المدن العراقي وفقا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء صوت مجلس الوزراء على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 23 ألف و33 طاء بشأن عقد مشروع تنمية الغاز المتكامل بحسب الآتي واحد تعديل نسبة 40% من مشاركة الجانب الحكومي بموجب قراري مجلس الوزراء 361 و480 لسنة 2021 لتصبح بنسبة 30% لأهمية حسم الموضوع المذكور آنفاً والمضي بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به اثنين تمويل حصة الجانب الحكومي البالغة 1.4 مليار دولار يقرض من شركة توزيع المنتجات النفطية ثلاثة يكون الشريك الحكومي هو شركة نفط البصرة بدلاً من شركة النفط الوطنية التي ألغيت خطوات تأسيسها بحسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم بالعدد 49 4. تضمين مشروع تنمية الغاز المتكامل بعحدة شركة توتال أنيرجز في عقود جولات التراخيص على أن يكون القرار متضمناً مقدار الجانب العراقي المذكور آنفاً 5. دفع مستحقات شركة توتال أنيرجز والشريك الحكومي عينياً بناءً على طلب شركة تسويق النفط لتوقيع اتفاقية بيع النفط المصدر كونه أحد شروط تفعيل العقد 6. تحيئة التخصيص المالي لتنفيذ الجزء الثاني من مشروع أنابيب ماء البحر المشترك الذي يقدر بنحو ثلاث مليارات دولار يكون على دفعات لمدة أربع سنوات 640، 1570، 6190 مليون دولار تباعاً والمتمثل بشبكة الأنابيب الناقلة للحقول النفطية مع الإشارة إلى أن الجزء الأول من مشروع ماء البحر المشترك هو من مسؤولية شركة توتال أنيرجز والذي يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار 7. إعارة ملاكات شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب للعمل مع شركة توتال أنيرجز على أن تتحمل الأخيرة راتب الموظف المعار ومخصصاته بحسب اتفاقية الإعارة التي ستوقع بين الشركات المذكورة آنفاً ووفقاً لما نص عليه عقد تطوير الإنتاج واستناداً للقانون العراقي الموافقة على تمليك قطعة الأرض المرقمة 23.797 على أربعة زيونة بغداد إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع لتشييد دار للمسنين مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتولي دائرة عقارات الدولة إكمال إجراءات نقل ملكية قطعة الأرض إلى المؤسسة المذكورة آنفاً الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 126 لسنة 2022 ليصبح كالآتي تمويل وزارة المالية مبلغاً مقداره 500 مليون دينار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتسليم المبلغ المذكور إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع للمساهمة في تشهيد دار للمسنين أيضاً إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 23032 الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء واعتماد ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الأيزديين على وفق قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2022 مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكراً شكراً